مرحبا بكم في قناة تحفة يوب تقرير جزائرية تكشف مفاجأة صدمة بطلها نظام المخصن وما يفعله داخل الجزائر حيث تم الكشف انه رسميا تم حجز مئة الف قنطر من الحجش المغربي وتوقف ثلاثة الاف تاجر في اربع سنوات فقط وهو ما سبب صدمة كبيرة للجميع لكن هذا غير مستغرب كون الذي يلقب نفسه بامير المؤمن الملك المغرب قام مؤخرا بتقنين زراعته بشكل رسمي وهو الذي كان اصلا من البداية شبه مقنن ويساهم في اقتصاد المغرب تؤكد الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني في محاربتها لهذه الظاهرة التي يزوج بها المغرب في الجزائر ان الجزائر اضحت بسبب مواقفها تبت ازاء القضايا العديلة في العالم والمنطقة مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول في المنطقة دات نوايا سياسية خبيطة على رأسها نظام المخزن حيث تتعمد اغرق بلدنا بهذه المواد المحضورة لاستهداف الرأكز الاساسية وعمد المجتمع الا وهي فئة شباب ولمواجهة هذه الحملات الشارسة بدل الجيش الوطني جهدا متواصلة وحديدة في تأمين الحدود الوطنية خاصة من عصابات طارق والدول التي تقاف وراءها وعلى رأسها نظام المخزن هذا واكد السفير الجزائري انه لا يجب الخلط بين نظام المخزن العامل هو الشعب المغربي المغلوب على امره لان الشعب المغربي يحب الجزائر كثيرا الا الفئة التي تم تلعب بعقولها من نظام المخزن ونجح في الهائهم ببعبع الجزائر مع العلم ان هذا الوصف من نظام المخزن المغربي للجزائر جاء بتزامن مع تخبطهم والضغط الكبير الذي يتعرض له الملك جراء بدأت تصريحة من ادارة بايدن بخصوص كونها مع القاضية الصحراوية ودد الصفقة التي جمعت ترامب والملك والتي سيتم الغاؤها بطبيعة الحال لهذا فافضل طريقة للملك لإلهاء الرأي العم بالمغرب تكون بالجزائر كما يفعل المخزن دائما هذا ومن جهة اخرى لروسيا في الجزائر يشكل مادة دسمة لأهلم المخزن في المغرب نظرا لكون سفير روسي شغل منصب سفير لبلاده في المملكة المغربية قبل تعينه في الجزائر اتقرر بوتين فجأة اقالة هذا السفير من المغرب وتحويله مباشرة الى الجزائر كما ذكرنا سابقا ما اتار ريبة النظام المغربي الذي تخوف من الغرية معلنا اياها الان بصراحة لان السفير المعين في الجزائر لديه تجربة طويلة وعارضة وكان خضيعا لحالة من الضغط في المغرب ولهذا وفق محلل جزائري ورود تعمل بوتين ارسال الرسالة مباشرة للنظام المغربي بتلك الخرجة الاخيرة حول السفير وتحويله للجزائر لتتأزم العلاقة بين الروسيا والمغرب بهذا التوتر الجديد الذي يطفو على الصدح وحركة بوتين اتارت خوف الملك المغربي لان هذا السفير له تجربة كبيرة في المغرب سينقل كل شيء للجزائر والمخزن متخوف من هذه النقطة ضعفهم اين يرى نوردين ايد جودي للشرق ان التجربة الطاولة لسفير روسي في الجارة المغربية مكنته من بلورة رؤية الريو فيما يتعلق بالمجتمع المغربي ودواليب تسير شؤون دولة هناك ان تعلق الامر بنظام المخزن او الملك محمد ثالث ومحيده وكل هذه المعطايا تزيد من منسوب تخوف الملك واخصدقائه من هذا التعين ومن بين المخاوف التي تنتاب المملكة المغربية واصدقائها من نقل سفير روسي لدى المغرب للعمل في الجزائر بشكل متعمل من بوتين واحتمل ان يقوم بتقديم المعلومة السامنة التي جمعها طيلة عمله في المغرب لسلطة الجزائرية في اطار تعاون تولاي وذلك بحكم العلاقة المميزة التي سربطت بين الجزائر وموسكو فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهات اخرى اخبار اليوم مفاجأة تاريخية من الروس للجزائر ولن تصدق ماذا سيحدث وماذا ستبع للجزائر والاولوية في اقوى خارجه فهي اكبر خطوة من الروس تجاه الجزائر فذل سباقها المستمر مع الامريكان والاوروبيون فماذا حدث بالتفصيل بينهم؟ بداية انكشفت العديد من الصحف العالمية مفاجأة مدوية بخصوص الخطوة المبهرة بين الجزائر وروسيا مؤكدين ان الجزائر التي تقف في الحياد وتتعامل مع الجميع هذه المرة على ابواب اكبر صفقة مع الروس وهي التي ابرمت اتفاق قياس ضغمة مع اعداء الروس في مجال الوات ومع ذلك الروس تخلوا الخط لجلب الجزائر اليهم بخطوة مغرية ولزيد التنسيق والتقارب بين الجزائر والروس حيث كشفت مجالة ميليتري واتش المخصصة في الشؤون العسكرية ان الروسيا اعرض الضوء الاخضر لتبيع منظمة اس 500 للجزائر والتي ستبيعها لعدد قليل جدا من الدول التي ستتق فيها وتعتبرها من حلفائها فقط وترفض العديد من طلبية دول اخرى التي تريد شراء وقال ازداد الصحف والمحللون ان الجزائر في قائمة من 3 الدول فقر اي بجانب الصين والهند كسب بناء حصري لاس 500 في العالم ولم تحددت المصادر موعدا محتملا لحصول هذه الدول على نظام الدفاع الروسي الاكثر تطورا وتوقعت ان يدخل مرحلة تصدير معا وتوتر مفاجئ في العلاقة ستونائية بعد عودة ملف قضية صحراء فكيف هو موقف تبون ومحمد سادس ومصير الحملة التي كانت مؤخرا البداية اولا مع عبدالله بن كيران رئيس الوزراء السابق في المغرب فاتحا موضوعا مهم جدا بقوله ان استمرار شراء المملكة المغربية للبيترول من روسيا لا يخدم مصالح الربط والجزائر واستغرب رئيس الحكومة المغربية السابق بن كيران من استمرار غلق الحدود بين المملكة المغربية والجزائر منذ 26 سنة بسبب النزاع بين الربط وجبهة البوليزاريو على الصحراء مطالبا بوضع حد الخلافات الواقعة بين البلدين وانه من العيب ان يظل الخلاف بين الجزائر والمغرب كل هذه المدة طويلة رغم اننا جيرا ولنا تقافى ودين واحد متسائلا ايضا اين المشكلة التي تمنع بناء اتحاد المغرب العربي هل الصحراء هي السبب ام هناك مبرر اخر من غير المعقول ان تظل الحدود مغلقة لمدة 26 سنة ثم ختم كلمه بقوله لنا دعم ملف الصحراء في الامم المتحدة لكن افتحوا لنا الحدود غير معقول ان تظل مغلقة والشعوب محرومة من بعضها مشيدا بالشعب الجزائري بقوله ان الجزائريين اخوتنا رغم الخلاف بيننا بخصوص قضية الصحراء الا ان هناك العديد من الاشياء تجمعونا وحكم علينا الزمان ان نتحمل مسؤوليتنا التاريخية والضعف يأتي بالاعداء على الجزائر والمغرب من كل جهة فما رأيكم في تصريحاته ودعوته للمغرب شراء البترول من الجزائر بدلا من روسيا هذا وعدس العلاقات للتوتر بقوة بين السلطات الجزائرية والمغربية وذلك على اطر التوتر الكبير الواقع بين البوليزاريو والجيش المغربي حيث وقعت هناك اشتباكات والوضع يتأزم لهدف الجزائر كان لها موقف واضح من القضية خلفه مواقف مضادة بين المسؤولي المغرب والجزائريين اذ ان قضية الصحراء دائما تكون العام الأبرز في عدم توصل لحل وحل الخلافات مؤخرا كانت هناك مبادرة مغربية جزائرية للحوار من اجل محاولة طيك الخلافة وحلها ولتبادل زيارة بين الحكومتين وحتى بين الرئيس بنو والملك محمد السادس لكن يبدو ان المبادرة تبخرت فجأة مع عودة توطر في العلاقات والأزمة الحالية بالصحراء بعد حدود خرق صارح في الاتفاقية بين المغرب والبوليزاريو اذ ان المبادرة الأخيرة التي كان وراءها تفاؤل كبير لإحدى التقارب لكن مصيرها الفشل كسبقتها على ما يبدو وتتبخر ككل مبادرة سابقتها بين بلدين جارين وشعبين متأخين فرقتهم وأشعلت بين فئة كبيرة منهم نار فتنة التي خلفتها قرارات وسياسات مسؤولين سابقين وحاليين خاطئة مع العلم ان الجزائر دعت لوقف اطلاق النار فورا والتهدئة بين البوليزاريو والمغرب مدينة تحرك الاخير وخرق الاتفاقية وهذا الصراع يؤثر ويدرب الجزائر خاصة وانه يجري بالقرب من الحدود الوطنية لهذا هناك اهتمام ومراقبة كبيرة من الجزائر عليه فما رأيكم في عودة توتر العلاقات مجددا بين الجزائر والمغرب بسبب حدث الجيش المغربي مع البوليزاريو الجارية حاليا شاركونا بارأيكم بكل احترام هذا وفي خبر منفصل القضية التي تصنع الحدث حاليا في الجزائر ترجمة نانسي قنقر